أهلاً ومرحباً بكم في هذا الخير العظيم في علم الأشاعرة والما تريدية في هذا العلم المبارك الذي قاله هذا الذي كان من علماء السلف رضي الله عنه وأرضاه والآن نتابع إن شاء الله عز وجل حيث وصلنا إلى قول المؤلف عن الله عز وجل وهو متعال عن الأضداد والأنداد فأخلص النوايا لله عز وجل وأنا أذكركم من كان عنده التلفزيون وكان يصل هذا على صفحة الجمعية على التلفزيون تجتمعون حول هذا الدرس فيكون يعني أوسع من الشاشة التي على الهاتف هذا يكون أقوى أن تجتمعوا على هذا إن شاء الله تبارك وتعالى لا تنسوا أن تقيدوا العلم فإن العلم صيد والكتاب قيده فقيدوا صيودكم بالحبال الموثقة حتى إذا أردت أن ترجع بعد مدة قد تنسى وأردت أن تراجع فترجع إلى دفترك إلى كتابك تجد هذا وتراجع بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله يقول الطحاوي رحمه الله وهو متعال عن الأضداد والأنداد الشرح قال الشيخ عبد الله رحمه الله إن الله تبارك وتعالى منزه تعالى يعني تنزه يعني الله تبارك وتعالى لا يوصف بالنقص عن أن يكون له أنداد وأضداد ما معنى الأنداد؟ أي أمثال وأضداد أي مضادون له معنى المضاد من يتصرف تصرفا يريد أن يغلب الله به على زعمه يعني الله لا غالب له لا مجبر له هذا معنى لا ضد له على المنابر تسمع الخطباء أحيانا يقولون عن الله لا ند ولا ضد له ما معنى لا ند لا مثله لا مثيل له لا ضد لا غالب له لا أحد يلزم الله ويغلب الله تبارك وتعالى ومعنى المضاد من يتصرف تصرفا يريد أن يغلب الله به على زعمه فالله تبارك وتعالى ليس له مغالب الله غالب على أمره لأن كل شيء في قبضته انتبهوا في قبضته يعني بتصرفه ليس معناه هكذا كما أنا أقبض على الشيء لا الله ليس له أعضاء ليس له جوارح نحن في قبضته يعني في تصرفه وكل شيء ملكه والله يفعل في ملكه ما يشاء فلا يكون له أضداد أي يتصرفون على خلاف إرادته والأنداد جمع ند وهو المثل والأضداد جمع ضد وهو المغالب والله لا غالب له ولا مثل له لا رد لقضائه القضاء أحيانا يأتي على معنى التكوين والإيجاد يعني الخلق يعني يبرز ربنا تبارك وتعالى يبرز من العدم إلى الوجود وأحيانا تأتي كلمة القضاء على معنى الخلق كما جاء في قوله تعالى عن السماوات فقضاهن سبع سماوات السماوات هذه عددها سبعة والأراضي كذلك عدد الأراضي سبع أراضي هذه الأراضي والسماوات الله قضاهن أي خلقهن أبرزهن من العدم إلى الوجود وأحيانا يذكر القضاء ويراد به الأمر كما في قوله تعالى وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا يعني الله تعالى أمره أن نعبده وأن نحسن إلى الوالدين أن نبر والدين الشرح أنه لا أحد يرد قضاء الله تبارك وتعالى لا الدعاء ولا الصدقة ولا الذكر ولا أي حسنة تغير مشيئة الله وقضاء الله وتقدير الله فالله تعالى قضاءه لا يتغير ما قضى الله في الأزل أن هذا يحدث لا بد أن يحدث فالقضاء هو على قول بعض الفقهاء من أهل السنة إرادة الله المتعلقة بالحادثات يعني الله تبارك وتعالى أراد شاء وجود الحادثات فيكون على ما شاء الله فمن معاني قضاء خلقه الله تبارك وتعالى قال عن السماوات فقضاهن سبع سماوات وقال في حق الوالدين وقضى ربك أي أمره فبحسب السياق يفسره العلماء فالتفسير الأول للقضاء هو مشهور عند الأشاعرة يعني إرادة الله المتعلقة بالحادثات هكذا قالوا يعني المشيئة وبهذا فسره الإمام الشافعي رضي الله عنه حين سئل عن القدر فقال المشيئة قال قائلهم إرادة الله مع التعلق في أزل قضاؤه فحقق يعني عندهم تعلق الإرادة هذا يسمى قضاء ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره الله لا مؤخر لما قضاه ما قضى الله أن يكون لا أحد يؤخره هذا معنى كلام الطحاوي رحمه الله الشرح أنه لا معقب لحكم الله تبارك وتعالى أي لا أحد يجعله باطلا هذا إن أريد بالحكم الخطاب التكليفي للعباد حكم الله له إطلاقان الأول يأتي بمعنى الخطاب التكليفي حكم الله على هذا أنه حرام وعلى هذا أنه واجب وعلى هذا الفعل يعني أنه سنة وهذا مباح وهذا مكرو هذا هو يقال له الخطاب التكليفي أمرنا بكذا أمر وجوب نهانا عن كذا نهي وجوب هذا يقال له الحكم أو الخطاب التكليفي فعلى هذا التفسير يا أحباب لا أحد يجعله باطلا فما أحله الله فهو حلال وما حرمه الله فهو حرام وإن أريد الإطلاق الثاني يعني بالحكم الحكم التكويني ما حكم الله به يعني ما قضاه كان المعنى أنه لا أحد يستطيع أن يمنع نفاذ إرادة الله فما حكم الله أنه يكون لا بد أن يكون هذا معنى كلامه كلما أراد أن يخلق شيئا يقول كون 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 بالحرف والصوت لا حاشا لا يليق بالله إنما هذا المراد به سرعة الإيجاد وأن الله لا يمنعه مانع ولا يعجزه شيء شيء أن هذا على الله يسير وانتبه أيضا من هذه العبارة تقال أحيانا من بعض الخطباء على المنابر يقولون عن الله وهذا لا يجوز يا من أمره بين الكاف والنون هذا أيضا لفظ لا يقال لأن الله تعالى كلامه لا ككلامنا فإذا ما المراد ما حكم الله أنه يكون يخلقه من غير مشقة تلحقه يسير على الله قال الطحاوي رحمه الله آمنا بذلك كله وأيقننا أن كل من عنده صدقنا يعني نقول هذا مع التصديق بالقلب وهذا ثابت في قلوبنا صدقنا وأيقننا أن كل من عند الله أي أن كل شيء دخل في الوجود فإنما حصل بعلم الله الأزلي وتقديره وقضائه وحكمه ومشيئته وإن محمد صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم بعد أن تكلم عن بعض الصفات التي هي تجب لله وما يستحيل في حق الله الآن يبدأ في الكلام على نبينا صلى الله عليه وسلم فقال عنه المصطفى والمجتبى والمرتضى عليه الصلاة والسلام المصطفى والمجتبى معناهما واحد اصطفاه الله اختاره الله لكن اختياره هنا بالنبوة اختاره خصه بالنبوة والرسالة ليس كما جاء في حق السيدة مريم مريم عليها السلام الله اصطفاها على نساء العالمين في الفضل الولاية ليس في النبوة لا يوجد امرأة نبية الله قال في القرآن بأن الملائكة قالوا للسيدة مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين هنا الاصطفاء بمعنى أنه فضلها بالولاية على النساء كانت افضل امرأة اما نبينا المصطفى فاختاره الله تعالى بالرسالة وهو المجتبى معناهما واحد كذلك المجتبى المختار يعني اختاره الله وفيهما زيادة مدح على المرتضى فيجب الإيمان بأنه صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله هو عبد من عباد الله ليس ابنا لله وليس جزءا من الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه آخر الأنبياء وأفضل الأنبياء عليهم السلام وقوله خاتم يقال بالفتح ويقال بالكسر خاتم وخاتم وهكذا الآية في القرآن الكريم والتي نزلت في تحريم التبني كان النبي تبنى ولدا رجلا يقال له زيد ثم نزل تحريم التبني وكان هذا زيد طلق امرأته وأمر الله نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام أن يتزوج هذه طليقة زيد فلو كان التبني معمولا به ما كان يجوز له أن يتزوج طليقة ابنه فهذه الآية الله تعالى قال في القرآن الكريم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وفي قراءة وخاتم النبيين وانتبهوا يا أحباب وقد تأول القاديانية الخاتم بمعنى الزينة وهذا فاسد ولا يكون فيه مدح لنبينا وتفضيل على الأنبياء نبينا أفضل الأنبياء انظروا إلى هذا الآن أقول هذا الخاتم وهذا الإسبع إذا واحد أمسكني وهددني بالسلاح قال نقطع لك الإسبع أو تعطينا الخاتم ماذا الواحد مننا في العادة يقدم يقول له خذ الخاتم لأنه ليس أغلى من إسبعي رأيتم يا أحباب من حيث أن النبي أفضل الأنبياء وصفه بالخاتم لا يكون فيه تفضيل على باقي الأنبياء لذلك بطل هذا التفسير وإنما المراد بالآية لا نبي بعده وهو قال وختم بي النبيون كنت آخرهم عليه الصلاة والسلام هؤلاء القاديانية لماذا قالوا ذلك؟ لأن رئيسهم غلام أحمد ادعى أنه نبي رسول مرة ادعى أنه المسيح عيسى عليه السلام ومرة ادعى أنه المهدي ومرة يقول أنا نبي لكن تحت ظل نبوة محمد يعني لست مستقلا عنه ومرة يقول نبوة مستقلة كل هذا ضلال وهذا ادعاؤه للنبوة كفر وخروج من الملة وقوله يعني الطحاوي عن نبينا عليه الصلاة والسلام إمام الأدقياء أي أنه يكون مقدمهم يوم القيامة يظهر شرفه على الناس يوم القيامة هذا معنى عليه الصلاة والسلام ما من نبي يومئذ إلا وتحت لواء يعني يكونون تحت قيادته للناجين هذا هو يظهر شرفه يوم القيامة الذي يحمل الراية في المعارك في العادة يكون الذي يقود كان فهذا النبي عليه الصلاة والسلام كل الأنبياء تحت لوائه فيظهر شرفه عليهم صلى الله عليه وسلم أي أنه يكون مقدمهم يوم القيامة وقوله سيد المرسلين أي أفضلهم وقوله حبيب رب العالمين أي محبوبه فيجوز أن نقول عن نبينا سيد وحبيب الله هذا كله جائز في حقه صلى الله عليه وسلم وكل دعوى نبوة بعد نبوته فغي وهوى الشرح أن من ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم فدعواه باطلة وهذا تكذيب للقرآن وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه يأتي بعده ثلاثون يدعون النبوة كلهم كاذبون وجاء أكثر من ثلاثين لأن النبي ما أراد الحصر صلى الله عليه وسلم يعني ما أراد فقط يظهر ثلاثون بل ظهر أكثر والعياذ بالله لقوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده رواه البخاري والحاكم في المستدرك وهذا حديث ثابت فالقاديانية يعني جماعة غلام أحمد القادياني وهم في باكستان وتلك البلاد لهم انتشار عشرات الآلاف وصار لهم فضائيات يعرضون فيها عقائدهم وينشطون في بلاد المسلمين لإدخال الناس في دينهم الفاسد ويروجون هذه العقائد حتى في لبنان التقينا ببعضهم هنا في ناحية يقال لها المصيد به فاحذروا يا أحباب هؤلاء الأنتشار يعتقدون نبوة هذا الرجل ثم نبوة ابنه من بعده ثم نبوة حفيده من بعده الله يعصمنا من الزلل فالقاديانية يقولون الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس يصطفي فعل مضارع هكذا قالوا يعني يبقى الاستفاء يعمل به على زعمهم إلى يوم القيامة فيقال لهم يصطفي فعل مضارع وضع موضع الماضي بالنسبة للمصطفين يعني الذين اصطفاهم الله أما بالنسبة لله تعالى فالفعل يتجرد عن الزمان الماضي والمضارع والحال يعني الله لا يجري عليه زمن لأن فعله أزلي لا محالة ولا يقال عن الأزلي مضى وانقطع لا يقال عن الله تبارك وتعالى هذا جرى عليه الزمن وانتهى لا يقال هذا ويقال للقاديانية ولذلك نظائر كثيرة في القرآن يعني جاء الفعل المضارع وأريد به الماضي بالنسبة للذي قام عليه الفعل الله تعالى قال في حق بعض اليهود الذين قتلوا وكفروا بهذا قتلوا أنبياء ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون أي قتلتم فإذن هنا جاءت على معنى الفعل الماضي هؤلاء الذين خوطبوا ما قتلوا أنبياء وإنما والعياظ بالله تعالى أسلافهم هم الذين قتلوا يا أحباب الإنسان مننا كما قال سيد العالمين إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يريد الله به خيرا يفقه في الدين إذا الله أراد بك خيرا يسر لك أن تتعلم هذا العلم من أهله علم أهل السنة مفتاح الجنة يعني طريق يوصلك للجنة ثبتني الله وإياكم على هذه العقيدة الطيبة ذاكروا راجعوا تحضروا للدرس المقبل إن شاء الله وأذكر من لم يحضر الكتاب إيتوا به حصلوه كل واحد يكون له نسخة الرجل له نسخته الزوجة لها نسختها حتى تكتب تعليقات هي وهو يكتب على نسخته هذا أقوى بارك الله فيكم وأحسن إليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر